تخيل ان في برج لما بتعدي اختباراته وتوصل قمته وبيتحقق لك اي حاجة انت عايزها بيبدأ الانيمي مع اتنين صحابة اسمقهم راهل ويورو يورو وراهل كانوا عايشين مع بعض الحد ما فيهم راهل جريت منه وقالت له انا قررت اصعد البرج انساني وفعلا راهل اختفت ويورو كان عايز يلحقها ففجأة فيه ايه اتخدته ولقى نفسه في الطبق الاول من البرج وجاله هناك كائن وقال له انا مشرف البرج واسمي هيدون فيورو قال له انا عايز راهل هي فين فهيدون قال له الاجابة دايما بتبقى في قمة البرج وعشان توصل لقمته لازم تعدي اختباراته واول اختبار هو انك لازم تتخطى الصعبان الفلازي ده وتكسر الكرة اللي وراك فيورو جري عشان يعمل كده بس جات واحدة اسمها الاميرة يوري ووقفته وكان معاها واحد اسمه ايفان ويورو ما كانش فهم حاجة من كلامهم لحد ما ايفان رمى كورا خلته يفهمهم ما بيقولوا ايه ويوري قالت له انا وقفتك لا ان الاختبار ده صعب وانت مش من المختارين والمفروض هيدون ما يدكش اختبار زي ده فهيدون قال لها طالما انت متعطفة معاها كده ادي له سيفك ازار الاسود عشان يعدي بالاختبار فيوري فعلا اديته سيفها ودخل يورو عند التعبان وكان عارف انه مش هيقدر يتفداء فدخل جوا فمه وضربه بسيف ازار الاسود وراح عشان يكسر الكورا بس الكورا ما تكسرتش فاعد يفتكر اول مرة شاف فيها راهل لما خرجته من مكان غريب وما كانش فاكر اي حاجة بعد ما خرج ومن ساعتها وبقوا صحابه ورجع يورو للحاضر وحاول يكسر الكورا لحد ما ايفان قال له اطلب من سيف ازار يديك قوته فيورو عمل كده واخد قوة السيف وكسر الكورا وطلع بعد كده من السيف الروح الكمنة جواه ويورو قال لها اديني قوتك فالروح وفقت واخدته للطبق التاني من البرج بعد ما تخطى اول اختبار فيوري قالت ليفان احنا لازم نسترجع السيف منه لان لو ما استرجعتش السيف هتعدم فرح وراه وفق يورو بعد كده لقى نفسه في الطبق التاني وفي صوت كلمه هو وكل اللي معاه وقال لهم انتو ربعمية في الاختبار ده وعشان الاختبار ينتهي لازم تقتلوا بعض وتصفوا وتبقوا متين بس كل واحد منكو هيبقى معاه كورة حافظة فيها كل المعلومات اللي هتحتاجوها وشوية وبدأ الاختبار وفي واحد كان هيقتل يورو بس تقتل بأسهم من واحد تاني وبدأ الكل يقتلوا في بعض ويورو لها نفسه واقف قدام تلاتة كمان ويورو لانه مسالم ما كانش هادر يقتل حد فاجي واحد من المشتركين اسمه كون ولما شاف سيف اذر الاسود مع يورو هربو وقال له انت جبت السيف ده منين السيف ده بتاع ملك البرج اللي اسمه زهر دويد ده لاميرا هو اختارها بنفسه فيورو قال له الاميرا يوري هي اللي ادتهولي وقعد يورو معاه وحكاله عن راهل فكن قال له ويرا يكن بقى اصدقاء ونتعاون فيورو وافق وفي الوقت ده كانت المعارك شغالة وبقى فاضل متن تمانية وستين واحد من الربعمية ولما كون ويورو قاموا يتحركوا هجم عليهم تمساح متكلم اسمه راك بس الاختبار كان خالص فوقف هجومه والصوت اللي بيكلمهم قال لهم انتو خلاص بقيت امتين والمرحلة دي خلصت لازم دلوقتي كل واحد منكو يلاقي حالفين وتشكلوا فرق من ثلاث اشخاص في خلال خمس دقيق بس فكن ويورو ما كانش قدامهم غير راك عشان يتحلفوا معاه ومع انه كان رافض لانه كان عايز يقتلهم بس ارغموه انه يتحلف معاهم لان الخمس دقيق كانت هتخلص وراحوا للاختبار اللي بعد كده وجي مشرف الاختبار اللي اسمه ليرو وقال لهم انا مشرف اختباركو ده وعشان تبقوا عارفين انا مصنف فيورو قال يعني مصنف فكن قال لهم المصنفين هم الاشخاص اللي قدروا يوصلوا لقمة البرج قبل كده وليرو بعد كده قال لكل انتو كتير عشان كده هصفي منكو ونزل عليهم مية من ايدو وعمل صور وقال لهم ده اسمه صور الماء المقدس الفريق اللي هيعدي منه هيبقى نجح والفريق اللي مش هيعدي هيرسب بس يورو كان واقف جنب ليرو وقال له انا المية ما حاجزتنيش زي بقى المشتركين فليرو اتفاجئ وقال له انت كده انجحت لحد ما ييجي بقى فريقك وكن الف دماغه وازاي المية ما عملتش صور قدام يورو زي ما عملت عندنا واقعد يورو مع ليرو وسألوا هو النظام في البرج هنا فليرو قال له والعالم بتاعنا يعتبر عبارة عن البرج ده بس والبرج متقسم لتلات اجزاء الجزء الخارجي اللي اسمه المنطقة السكنية والجزء الداخلي اللي احنا في دلوقتي والمنطقة المتوسطة اللي بتفصل بين الجزء الداخلي والجزء الخارجي وكل اللي هنا دول اتولدوا وعاشوا في البرج بكل اجزاءه فيورو قال في دماغه يبقى نوراهل كده اكيد من عالم تاني غير العالم ده وسألوا طب الفرق بين المختارين وغير المختارين فليرو قال له المختارين دول هم الاشخاص اللي بيختارهم هيدون مشرف البرج عشان يدخلوا للجزء الداخلي ويصعدوا اما الغير مختارين بقى فهم الاشخاص الاقوية اللي بيفرضوا انفسهم وبيدخلوا الجزء الداخلي بقوتهم وهما بيتكلموا وكان بقى المشتركين بيحاولوا يتخطوا صور لحد ما رأى اكوك وانت اخطوه وليروهام وقبل ما يمشي قال ليورو حاول ما تقربش من كون قوي وانتهى الاختبار ده وراحوا للاختبار اللي بعده وكانوا لسه في الطابق التاني ايه الطابق اللي بتتم فيه الاختبارات ويورو كانش هي في السماء لأول مرة من البرج فكن قالوا اعتقد ان دي مش السماء الحقيقية وشوية ودخلوا الاختبار ومشرفوا اللي اسمه يوهان قال له مقدمكو 12 باب لازم تفتحوا الباب الصح خلال 10 دقايق فكن قاعد يفكر انهي باب فيهم الصح وقبل ما خمس دقايق يعدوا راك فتح باب وطلق هو الصح فيوهان قال له مين تم جيحتو الابواب كلها صح الاختبار كان في انكو تسكوا في بعض وتفتحوا اي باب في خلال خمس دقايق مش عشرة زي ما انا قلتلكو فكن اتدايق وقال له ايه فايدة الاختبار ده فيوهان قال له والثقة انت ما بقتش تسك في حد من ساعة ما الاميرة خانتك فكن مشي ويورو سألوا من الاميرة دي وايه الشنطة اللي انت مسكها دي فيها ايه بس كون ما ردش عليه وبالليل كانت كل الفرق اللي نكحت جاهزة للاختبار الجاي وهناك اتعرف يورو على فريق اسمقهم شبسو واناكو وهاتس وشويه وجلهم ليرو وقال لهم في اختبار اضافي لو حد حابب يشارك فيه واللي هينجح في الاختبار ده هيستسنى من باقي الاختبارات فكل الفرق قال له هنشارك فليرو قال لهم الاختبار اسمه التاج كل الفرق هتتقاتل على تاج لازم واحد من الفريق يلبسو والتنين البقين يحموه اخر فريق هيكون مع التاج وقاعد على العرش هو اللي هيكسبوه الاختبار ده هيكون عبارة عن خمس جولات وهينضملكو فيه فريق جديد من ساحة ثانية وفعلا بدأ الاختبار وفي الجولة الاولى دخل فريق شبسو واناكو وهاتس وفي فريق تاني دخل معاهم وهجمو على اناك عشان ياخدوا التاج بس اناك لانها قوية بدأت تضرب اعضاء الفريق تاني بسلحها اللي اشبه بكرباك لحد ما خلتهم يستسلموا ولبسة التاج وشبسوها تسحموها وفي الجولة التانية دخلوا فريقين وواحد من اعضاء الفريقين دول كان اسمه لوري وكان نايم في الارض ولان هاتس مستخدم جيد للسيوف دخل في قتال مع الفريق الاول وهزمهم بسيفه بسهولة وشبسو دخل في قتال مع الفريق التاني بتاع لاوري وضربهم بالفنون القتلية لانه مميز فيها بس قدروا يمسكوه فهاتس جايب سرعة حماه ولوري قام لانه ما كانش نايم بجد ده كان عامل خطة عشان يهجم على اناك وهجم عليها بالموجات والاتنين اللي معاه راحوا عشان ياخدوا منها التاج بس معارفوش واناك اديقت وايقادت سلاحها وهدمت عليهم فهربوا بسرعة وخرجوا من الجولة واقصوا من الاختبار الاضافي ده عشان يرجعوا يكملوا بقى الاختبارات عادي بس سيف اذر الاسود اللي مع يورو بدأ يخرج عن السيطرة بعد ما اناك ايقادت سلاحها فاناك لما شفته ثابت العرش وفرقتها اقصت من الاختبار وراحت ليورو وقالت له انت معك اذر الاسود ازاي ده واحد من الاسلاحة اللي الملك ظهر ده بيديهم لاميراته انا اسلاحي من الاسلاحة دي واسمه نيسان الاخضر وده لاني اميرة من اميرات الملك فكلهم اتفاجوا واناك قالت ليورو ادي نسلاحك فيورو قال لها لأ ده بتاع الامير يا يوري فاليرو جي وقفاناك واناك لازم لعبة التاج تكمل فاناك قالت ليورو انا هعمل معك رهان لو فريقك كسب في لعبة التاج هتديك نسان الاخضر ولو خسرته هاخد منك اذر الاسود فيورو وافقه وكن قال له بعد كده كويس انك مدتهاش السيف فيورو قال له راهل علمتني ان ما خونش حد عشان كده مش هقدر اخوني يوري راهل علمتني كل حاجة عشان كده انا ممتن لها وعايز ارجعها وبدأت الجولة التالتة بعد كده في لعبة التاج ودخل فريق يورو ودخلوا معاها تلت فرق كمان فكن راه خد التاج وحطوا في شنطته وبعد كده رمالي بقى الفرق وقال لهم اتقتلوا عليه فبدأوا يتقتلوا بس كن قعد يورو على العرش وادلوا التاج الحقيقي وقال لهم يا اخبي يا اتاج اللي معاك وده مزيف زي التجان دي شنطتي بتقدر تنسخ اي حاجة فكلهم هاجموا عليه فارق وقفهم وضربهم ووقعهم وانتهت الجولة التالتة وكان فاضل جولتين بس ودخل في الجولة الرابعة تلت فرق وفي فريق منهم ضرب الفريقين التانين وبعد كده اقصى نفسه فكن قل يورو الفريق ده بيساعدني انا حطتهم في شنطتي في الاختبار الاول لاني بقدر اقلص اي حد واشيله في شنطتي واتفقت معاهم انهم يساعدوني في مقابل ان عديهم من الاختبار الاول عشان كده هم ساعدوني وانتهت بعد كده الجولة الرابعة وفي الجولة الخامسة دخلت اخر فرق ومعاهم فريق الساحة التانية اللي ليرو قالوهم عليه وبدأت كل الفرق تهجم معا ده فريق الساحة التانية كانوا بيدفعوا عن فريق يورو وما حدش كان فاهم هم بيعملوا كده ليه ويورو لما بص عرف ان راهل مع فريق الساحة التانية اللي بيدفع عنه وفي وسط معارك الفرق فيه بنت جات ضربة راهل فيورو ساب العرش وراح دفع عنها وقصيب في راسه وفجأة خرجت منه قوة كبيرة ضمرت التاج وقام وكان هيقتل البنت بس الروح كامنة في السيف واللي اديته قوتها وصعد معاها الطابق التاني قالت له انا ساعدتك دلوقتي وكده كفاية لازم يغمى عليك وفعلا خلته يغمى عليه واختبار التاج اتلغى بعد ما التاج اتدمر والفرق خدت راحها ثلاث ايام وفي اليوم التاني كان لسه يورو مغمى عليه وليرو راح ليوهان وقال له انت هنا رئيس المشرفين بتوع الاختبارات وانت مبارح خلتنا اعمل الاختبار بتاع التاج ده خلتنا اعمله ليه فيوهان قال له خلتك تعمله عشان تطلع منه بشخص قوي من المشتركين لقيت حد قوي فليرو فكر في يورو بس اقل ليوهان لا ملقيتش وفي الوقت ده انا اتخذت سيف ازار الاسود بعد ما فري يورو خسره في اختبار التاج وشوية وراحت راهل ليورو وقالت لكون لما يورو يفوق ما تقول له شن راهل اللي هو بيدور عليها وقول له انه كان بيتهيق له وانه شافني عشان احنا لو بينا مع بعض هنعطل بعض وكل واحد فينا هيبقى عبقى على التاني فكون قال لها ماشي وتاني يوم كلهم حضر ومحضرة لليرو وقال لهم فيها احنا هنوزعكو على اقسام هتدرسوا فيها مراكز القتال بتاعة المعارك واداكو في الاقسام دي هيبقى عبارة عن اختبار قبل الاختبار الجاي وتوزعكو هيبقى على حسب قوتكو والمراكز دي هي الصياد وده المركز اللي بيقاتل في المعركة من نطاق قريب والمركز التاني هو الرماح وده بيقاتل عند بعد في المعركة والمركز التالت حارس الفنار وده مهمته توصيل المعلومات والمركز الرابع اسمه المستطلع وده بيكتشف الخطوط الامامية للعدو والمركز الخامس بقى اسمه مستعمل الموجات وده سيد المعركة اللي بيسيطر على كل حاجة وفعلا توزع المشتركين على اقسام المراكز ويورو لما فقلها نفسه في مركز مستعملين الموجات وهو كان معلمه اسمه يوجا ويوجا قال له منتو مستعملين موجات يعني بتستخدمه قوة اسمها الشنسو وعشان تتحكمه فيها لازم تعمله عقد مع مشرف الشنسو فيورو خرق كرته الحافظة وعمل عقد مع مشرف الشنسو وبعد كده اتعرف في قسمه على لوري وصاحبه اللي اسمه هو ورجع يورو قط وقعد مع كون فجلهم هاتسو وشبسو وقالوا لهم احنا من قسم مركز المستطلع وعندنا مهمة اننا نعمل صدقات مع تسعة اشخاص ايه رأيه كتبوا اصدقائنا عشان نتمن مهمتنا فكن ويوروا وافقوا واعدوا مع بعض كلهم بعد كده هم ولوري وهو واحدة اسمها اندروسي بس اناك عدت عليهم وقالت لهم اندروسي دي اميرة من اميرات الملك زهارد زي فكلهم اتفاجوا وبالصدفة اناك واندروسي كانوا في قسمه واحد وكان عندهم مهمة انهم يقتلوا بعض عشان حد فيهم يوقع التاني فبدأوا يتقتلوا واناك قاعدت تهجم على اندروسي لحد ما اندروسي مسكت رجلها ورميتها وقالت لها انتي اكيد مزيفة اللي جابك هنا فانا كامت وقالت لها انا امي كانت اميرة والاميرات خانوها وقتلوها وجيت هنا عشان اصعب البرج وانتقم من كل الاميرات اللي قتل وامي فاناككملت هجوم واندروسي قالت لها الاميرات محزور عليهم الانجاب عشان ما يورسوش قوتهم لحد وامك لما انجابتك خرقت الحزر ده وكان لازم تموت فاناك ادقيت وكملت هجوم لحد ما ضربت اندروسي وكانت هتوقعها فاندروسي مسكتها وسحبتها معاها وقعوا هما الاتنين واتصابوا ومعلمتهم في القسمة قالت لهم المهمة النهاردة انتهي ترتاح وعشان نكمل دروس بكرة ويعروف الوقت ده كان في قسمه وبدأ يستخدم الموجات بمساعدة لوري فهو صاحب لوري بدأ يدقي ان يورو بقى اقوى منه في استخدام الشنسو ويورو بعد ما خلص تدريباته بدأ يودي اكل معهد زوش بسو لاندروسي واناك لانهم مصابين وبقى قريب منهم وكانت لسه راهل بتختفي وبتبعد عنه عشان ما يشوفهاش وفي نفس الوقت ده يوهان جاب ليرو ومشرف تاني اسمه كونت وقال لهم انا هعمل اختبار مشترك بين كل الاقسام ومشرفه هيكون كونت والاختبار هيبقى اسمه لعبة المطاردة وراح يوهان بعد كده يشرح للمشتركين هي لعبة المطاردة وقال لهم انتو هتتقسموا لفريين واللعبة هيبقى فيها اتنين شاردين معهم شارات شارد انتو هتختاروه من فريقه وشارد احنا هنختاره واللعبة هتقام في المبنى ده هدف كل فريق انه يوصل الشارد بتاعه للهدف اللي فوق او ياخد الشارة من الشارد بتاعنا والشارد بتاعنا هو مشرف الاختبار كونت وخلوا بالكو اللي منكو ادقهم كان سيق في اختبارات الاقسام وادقهم بقى سيق برضه في لعبة المطاردة دي كمان هيخصوا تماما من صعود البرج وبدأ الاختبار وكن عارف انه فريق غير بتاعيوره وبدأ يوم بدوره مع فريقه كحارس فنار عشان يجمع معلومات وخل اناك شاردت الفريق بتاعه وحط شبسه كطعم الكونت عشان لما يجي ياخده الشارة بتاعته وفعلا كنت جي واناك هجمت عليه عشان تاخد الشارة بس كنت وقفها ومعرفوش ياخده منه شارته فكن اقل لفريقه واحنا مش هنعرف ناخد شارته ونكسب ما قدام اناش غير ان اناك توصل للهدف اللي فعل المبنى خلوا اناك تجري عشان تروح للهدف وانتو حاولوا توقفوا كنت عشان ما يوصل لهاش وياخد شارتها ونخسر فعملوا كده بس كنت بدأ يختفي ويظهر ويضرف الفريق واحد واحد وكمل ملاحقة اناك وفي الوقت ده فريق يورو كانوا بيتفرجوا على فريق كنت او بل ما يجي دورهم في لعبة المطاردة دي وشوية ووصل كنت عند اناك بس لا كنت مستني على جسر وكنت كان مخب اناك على الفنار بتاعه تحت الجسر فكنت عارفو خد كن ونطبيه لتحت بس كنت كان مسك نفسه والفنار بتاعه بسلاح نيسان الاخدر بتاعناك ووقع كنت وطلع الفنار بقناك وخليها تروح للهدف عشان يكسبه ففاجه اناك لقيت كنت قدامها وخد شارتها وخسره ومحدش كان عارف ازاي كنت طلع بسرعة من تحت الجسر بس اللي حصل ان كن والاوري يتعاونوا وطلعوا كنت عشان يخسروا فريقهم في اخر لحظة لان يورو وهو واندروسي وهدز اسحابهم في الفريق التاني اداءهم ما كانش كويس في تدريبات قسم المراكز ولو خسروا او ما عملوش اداء جيد في الاختبار ده كمان كانوا هيقصوا من اختبارات البرج كلها زي يوهان معلهم فاكن والاوري يدو فرصة لفريق يورو انهم يكسبوا ويعملوا اداء كويس عشان يفضلوا في اختبارات البرج معاهم وبعد كده جمع اد اختبار فريق يورو في لعبة المطاردة واندروسي بقت هي القائد بتاعهم وراهل كانت مع يورو في الفريق بس ما كانتش بتكلم حده وكانت واقفة بعيد بس فريق يورو اعضاءه بدأوا يخونوا بعض لان ما كانش هميمه من الفريق يكسب وكانوا بيفكروا ازاي يعملوا اداء كويس عشان ينجحوا في الاختبار وده يساعدهم في صعود البرج كافراد فبدأت هندروسي تضرب اتنين من نفس مركزها اللي هو مركز الصياد عشان تحسن اداءها وهاتواف قدامكم كنتو في اتنين رمحين خانوه وهربو وسابوه لوحده ويقتل كنت لحد ما كنت اصابوه راح لراهل وعلها يورو مستعمل موجات زيي وهيتفوق علي بس في حد بعت لرسالة وقال لي ان لو قتلتك يورو مش هيبقى عايز يصعد البرج عشان كده هقتلك وفعلا هو خد راهل رهينة وكانت لسه اندروسي بتضرب الاتنين الصيادين فواحد منهم قام واندروسي لقت معا سيف من سيوف الاميرات وكان هيدربها بيه بس يورو جي ويف قدامه واخدت ضربة واتصاب وقال ما ينفعش نخون بعض عشان نصعد انا جيت هنا عشان احمي راهل وهحميها ومش يورو عشان يروح لراهلو لما وصلها لها معهو وكنت جي هو كمان فهو قال لي يورو يبعت كونتي اما هقت الراهل فيورو بدأ يهجم على كونت بس كونت استخدم تقنية شلت حركة يورو وقال له انا هخليك تتحرك بس روح انقذ راهل فيورو عمل كده ووجه هجومه على هو فراهل اتحركت فهو اصابها ويورو استخدم نفس تقنية كونت وشل حركته ومسك راهل بعد ما تصابت وكونت لما شافه هال ازاي يدري انسخ تقنيتي بالسرعة دي ولما هو باص لا راهل بتنزف كتير فحس بالزنب وضرب نفسه بسيف وشوية وجات واحدة صاحبة هو اسمها سيرينا وقالت لهم ايه اللي حصل بس اندورسي جات هي كمان بعد ما اخدت السيف من الصياد اللي كان بيقاتلها وقالت لكونت انا الشاردة بتاعت فريقنا وانت شارد المشرفين قتلني وبدأت اندورسي تاجم عليه ويورو ساعدها بالشنسو لحد ما اندورسي اخدت من كونت شارته وفريقهم كسر فيو هنكلم الكل وقال لهم كده الاختبار خلص والنتايج هتتعلن بكرة وبعد الاختبار هو مات من اثر اصابته وراهل ما كانتش هتقدر تمشي تاني فيورو راح لكونوا راك وقال لهم انا هكمل صعود البرج براهل بس قبل ما يمشي لا راك جسده صغر فاقل وانتظرت كده ازاي فراك قال له من شوية كنت ماشي قدام يوهان وما كنت شايفه وفجأة من خوفي وقعت قدامه ولايت نفسي صغر وتاني يوم يورو واصحابه راح وادعه وراهل بعد كده اعتظرت ليورو على كل اللي عملته معاه بس بالليل كن قاعد مع نفسه وقال انا اللي عملت كل ده عشان اخلي يورو انجح بعت رسالة له عشان يقتل راهل وتعونت مع لوري وخسرت فريقنا ولسه هكمل وراح كن بعد كده لليرو وقال له انا متأكد ان يوهان هو اللي بعت الرسالة له عشان يقتل راهل انا عايزك تساعدني باي معلومة فليرو قال له وانا هقولك معلومة مش كتير يعرفوها هنا في اختبار هنا في البرج اسمه اختبار المشرف وده اختبار بيأثر الطريق لصعود البرج غير الاختبار العادي اللي انتو بتخدوه واختبار المشرف ده هو الاختبار اللي الملك زهر دخاضه قبل ما يبقى ملك للبرج فكن قال له شكرا على المعلومة وفي نفس الوقت ده يوهان كان عنده واحد اسمه رين وقال له انا عارف انك مبعوث من طرف الملك عشان تستعيد سيف اذر الاسود وسيف نيسان الاخضر وتقتل انا انا هساعدك انك تعمل كده وتاني يوم يوهان وليرو اعلنوا نتائج الاختبار ويروه وكل صحابه نجحه مع دراهل نظرا لحالتها الصحية فامكون وقال ليوهان انا بعترض على النتائج لان راهل منجحتش وعايز اخوض اختبار المشرف مش الاختبار العادي فيوهان قال له اللي بيخوض اختبار المشرف لازم يكون غير مختار وبيساعده المختارين وانتو هنا كلكم مختارين ومعكوش حد غير مختار فيورو امو اعلو انا غير مختار فكله تفاجئ ويوهان اعلو تعالى معايا لازم مشرف الشنسو هو اللي يشوفك الاول ويقول انت تقدر تخد الاختبار ولا لأ وفعلا مشرف الشنسو شاف يورو وسمح له انه يخد الاختبار هو وراهل وكن وكل اللي نجحه وكرره انهم هيساعدوا يورو في اختبار المشرف وهيساعدوا معايا من خلاله وراك في الوقت ده كان رجع لحجمه الطبيعي ويوهان بعد كده قالوهم اللي اختبار الجاي اسمه صيد الماء يورو وراهل هيتم استياضهم من خلال دلفين اسمهم دلفين الشبكة والدلفين دي هتوديهم لملكة الدلفين والملكة هتبتلعهم وتخرجهم على اليابسة مهمة بقى اسحاب يورو وراهل انهم يحموا الدلفين من الوحوش اللي هتبقى موجودة عشان عملية اللي استياض تتم وفعلا بدأ الاختبار واعد يورو وراهل في فقاعد شنسو عشان يتم استياضهم والباقي كانوا بيتابعوا الوحوش عشان يحموا الدلفين بس طلع وحشو واصاب واحد منهم اسمه ديدي وراح لشبسو وهجم عليه فاناك ويندرسي جمع انقذوا ويندرسي قالت لاناك احنا هنعمل رهان لو انا اللي قتلت الوحش ده هاخد منك السيوف اللي معاكي ولو انت اللي قتلتي هبقى الخادمة بتاعتك فاناك وافت ويندرسي قعدت تضرف الوحش لحد ما جري منهم فجري وراه وفي نفس الوقت ده الرماحين هاتز وراك ومعهم واحد اسمه براكيول كانوا هيدخلوا في قتال مع مجموعة ديدان عاملاقة بتحميهم وحوش ويورورا هل كانوا بدويت سحبه من ملكة الدلفين بس اندرسي لما وصلت للوحش الوحش بقى اقوى ومسكها ورين اللي كان متفق مع يوهان عشان يقتله اناك جيل اناك وهجم عليها واصابها بالسان ووقعها وقال لها اللي اختبر ده كله يوهان عامله عشان اخد منك السيوف اللي معاكي واقتلك واللي انت ما تعرفهوش اني كمان بيتحكم في الوحش اللي بيهاجم اندرسي واخليه جيبها هنا دلوقتي عشان هي اللي تقتلك وفعلا جاب الوحش ورين قال لي اندرسي يقتلي اناك بنسان الاخضر فاندرسي خدت نسان الاخضر بس مقتلتش اناك ودته لها وخدت منها زر الاسود وبدوا يهجموا على رين لحد ما اصبوه وكسروا بيه حيطة فقام وهجم علي اندرسي ووقع اناك وكان هيقتلها بس الاميرة يوري اللي تتازر الاسود ليورو جات مع شبس وقالت لرين انا جاية هنا عشان اخد سيفي وسيف نسان اللي اخدر يلا مش انت بس رين مرضيش يمشي وخرج من فمه تعبين وهجم علي يوري فيوري اتلت التعبين وضربت رين بصبعها وراكوهاتس وبراكيول كانوا لسا بيقاتل الوحوش اللي معددان الاملاقة لحد ما جالهم لوري ووحدة اسمها ناري ورفعوهم لفوق وفجأة ظهرت خنازير وبدأت تقتل الوحوش فبراكيول استغرب وقال هي الخنازير دي جات منين فلاوري قال له كن قال لنا على النفق اللي الخنازير دي بتمشي فيه واحنا سدنا النفق ده عشان نرجعهم لهنا ونخليهم يصطدموا بالوحوش وانجيحنا في ده بفضل كن وكن في الوقت ده جالوا واحد من قلته وقال له انت دخلت الاختبارات دي عشان تصعد البرج وتشوف الاميرة ماريا انت لسا مش قادر تتخطى خيانتها ليك تعال معي وانا هوريها لك فكن قال له لا مش ده هدفي فاريب كن ده ماشي وكانت لسا يوري بتضرب رين لحد ما جاء واحد من مساعدينها اسمه كوردان ونزل على رين وضربوا اخر ضربة فارين قبل ما يموتوا قال لهم انا بعدت الوحش اللي بتحكم فيه ليورو عشان يقتلوا قبل ملكة الدلافين ما تبتلعوا وفعلا الوحش كان واصل ليورو وبدأ يهجم عليه واصابه كذا اصابة لحد ما يورو جاه استقط شنسه كبيرة ودخل جوا فم الوحش وقضع عليه ورجع بعد كده الراهل وخلاص الملكة كانت هتبتلعهم بس فجأة راهل قامت وزقت يورو ووقعته وعدت راهل تفتكر بعد كده انها اول ما جاء البورج هيدون قال لها مش انت المختارة اللي انا اخترتها المختار هو يورو وانت ضعيفة وهيجي دلوقتي يورو منقذك وجسعتها يورو وهزم السعبان الفلازي بمساعدة يوري فراهل قالت لهيدون انا عارفة ان ضعيفة بس ارجوك خلينا اصعد البورج فعلها اخليك تصعدي بس بشرط تقتلي يورو ولو وفقتي هخلي معاك الشخص يتلقى لاصابات مكانك ده لو حصل وتصبتي فراهل وفقته بدأت في كل اختبار تحاول انها تقتل يورو وكل اصابة كانت بتتصبها كان الشخص اللي هيدون قال لها عليها هو اللي بيتصب مكانها وضحكت على يورو بعد كده وقالت له انها تصبت منه وكل ده عشان تقتله لحد ما جاءت لها الفرصة في اخر اختباره ووقعته في المية والملكة ابتلعتها لوحدها وخرجتها على اليابسة فراهل كتبت على اصحاب يورو وقالت لهم ان يورو وقع في المية لان الوحش هجم علينا وجي ليرو بعد كده وقال لك كل انتو كلكم جحت وهتصعدوا البورج واحنا بنعتقد ان يورو مات لاننا مش لقين جسته فكلهم زعلك بس ليرو ما كانش مصدق ان يورو مات وحس ان يوهان هو اللي مدبر كل ده فراح له وقال له وانا عارف ان ليك يدف اللي حصل وسبلير وبعد كده شغله كمشرف وصحاب يورو صعدوا البورج بس يورو ما كانش مات وفاق لقى نفسه في مكان غريب وجات له واحدة بتشتغل مع يوهان وقالت له كل الاجابات اللي انت عايزها هتلاقيها في قمة البورج عشان كده انت كمان هتصعد وفعلا يورو هو كمان صعد وبعد صعود يورو بفترة يوري كان معها ازار الاسود ونسان الاخضر وراحت لوحدة من الاميرات اسمها الاميرة ريبليستا وطلبت منها تساعدها في العثور على يورو فريبليستا وافئت وفي نفس الوقت ده في الطابق العشرين من البورج كان فيه ولد اسمه وانجناعا بيحلم انه يتخطى الطابق ويطلع للطابق اللي بعده بس المشكلة ان الطابق العشرين اختبره صعب وتكلفة دخوله عالية وبسبب ده الطابق بقى عبارة عن منطقة سكنية بينتظر فيها كل اللي عايزين يصعدوا عقبل ما يجمعوا فلوس ويقدروا يتخطوا الاختبار الصعب وانجناعا زي الكل في الطابق العشرين بيفشل كل مرة لما بيدخل الاختبار ومديون بفلوس بعد ما دفع تكلفة الاختبار كذا مرة وفي يوم واحد من الديانة اسمه لوكر جاله وما تضع لبيع اعضاءه لو ما دفعش الفلوس اللي عليه وشوية وجل وانجناعا ولد بيوصل اكل للمنازل وكن جايبله اكله هو طلبه وانجناعا لما تكلم معاه عرف ان اسمه نيا وانه زيه وبيقدم للاختبار كتير وبيفشل ونيا قبل ما يمشي يقل وابزل جهدك ولما تنجح في الاختبار هستنك تيجي تاكل في المحل عندنا ومشي نيا بعد كده وقدم وانجناعا للاختبار مرة كمان واول مرحلة في الاختبار كانت عبارة عن البقاء على قيد الحياة لمدة 30 دقيقة ومع بداية الاختبار وانجناعا دخل لها مشترك غامض وقع كل المشتركين اللي حواليه في الارض فخاف منه وحاول يتعرف عليه لكن المشترك الغامض ده ما تكلمش خالص ومعملش حاجة لوانجناعا وقعد جنبه ودخل بعضهم مشترك اسمه يانج وقعد جنبهم ودخلت كمان طفلة اسمها ميسنج وبعدها دخلت بنتة تعرفها اسمها جوسنج واخر مشترك دخل كان اسمه اكراباتور وقعدوا كلهم مع بعض مسالمين وبدأ اكراباتور وانجناعا يتكلموا عن ان ما ينفعش كلهم يبقوا مسالمين كده ولازم يقصوا حد منهم فالمشترك الغامض قال لهم كلكوا هتقصوا دلوقتي وان الله هقصيكم وقام عشان يهجم عليهم فاكراباتورو هو يانج وفوا قدامه وهجموا عليه استخدموا تقنياتهم وحاولوا معابدهم واسلحتهم لكن ما عرفوش وهجم هو عليهم بالشنس وبعد اكراباتورو بعد كده اصب هو يانج فجوسنج قالت لوانجناعا المشترك ده لابس عبائد جماعة فوق جماعة فوق دول جماعة كارهة ومعارضة للملك زهارد فوانجناعا قال لها احنا لازم نهرب منه وقام فعلا وانجناعا يهرب وحدف علي قنابل وساعتها المشترك الغامض ده كان بيفكر في راهل وعم يكمل هجوم ووانجناعا بص عليه بعد انفجار قنابل لابيش في جروحه وكان هيهجم عليه بس وقت المرحلة الاولى من الاختبار كان خالص وانتقلوا بعد كده كلهم للمرحلة التانية وعرفوا ان المشترك الغامض اللي معهم ده اسمه فيولي وفي المرحلة التانية انضم لهم مشتركين جدد كان منهم لوكاروينية وراح لوكار اتكلم مع وانجناعا وعرفوا على المشتركين الجدد وقالوا اللي هناك ده برينس ابن صاحب الشركة اللي انا بشتعل فيها وصل للطبق العشرين بسبب نفوز ابوه ومعه مرتزقة هنا بيساعدوه اللي قاعد على شماله ده واحد من اللي بيساعدوه واسمه راب ديفل قوته مهولة ومحدش بيقدر يقف وصاده واللي علي مينو دي بقى اسمها يهوى قوتها بتكمن في لهابها موجودة هنا مع برينس لانه اقراضها فلوس عشان تشارك في الاختبار هي كمان من عيلة من اكبر العائلات اسمها عائلة يون وبعد لوكر معرف وانجانان على المشتركين دخل مشرف المرحلة التانية اللي اسمه لاب وقال لهم المرحلة التانية عبارة عن اختبار قوة لازم تضرب كرة الشنسو دي واصحاب اقوى تمن ضربات منكو هينتقلوا للمرحلة الجاية وبدأ الاختبار وانجانان عم يضرب لكن ضربته ما كانتش بالقوة الكافية وبعده دخل هو يانج وضربته كانت اقوى ضربة بس راب ديفيل لما دخل بقى اقوى ضربة واخد المركز الاول من هو يانج وبعدهم جات يهوى لمست الكرة بس ومن قوتها بقت في المركز الاول فدخل برينسو قال لها انا اقوى واحد فيكو بالفعل بقى هو الاول بضربته لحد ما انفيولي وبقوة الشنسو بتاعته بقى الاول بفرق كبير عن التاني ومحدش بعد كده عارف يا تخطاء وانتهت المرحلة وفيولي في المركز الاول وسعتها لاف مشرف المرحلة قال لهم انا كدبت عليكو اول تمانية مش هينتقلوا للمرحلة الجاية الا هيحصل ان صاحب المركز الاول هيختار سبع غيره عشان ينتقلوا فكلهم اتفاجئوا وبدأوا يتوسلوا لفيولي عشان يختارهم بس فيولي قال للاف مش اختار حد فيهم كلهم ضعفاء انا عايز اصعد لوحدي لان من جماعة فوج وهدفي هو قتل الملك زهارد وعيلته انا مصر اني مختارش حد فيهم فلاف قال له خلاص هنلعب لعبنا وانت لو انت كسبت فيها مش هتختار بس لو انا كسبت هتضطر انك تختار المهم دلوقتي يروحوا كلكوا استريحوا وهنبدأ لعبتنا نا وانتا بعدين وبالفعل مشوا عشان يستريحوا كل اتنين كانوا في غرفة وانجانان معني وفيولي مع يهوة وبرنس مع راب ديفل واكراباتور مع هو يانج وميسنج مع جوسنج وباقي الغرب فيهم باقي المشتركين وشوية وانجانان حاس بملل فجمع معظمهم ولعبوا مع بعض لعبة اوراق ولما رجعوا غرفهم اللاف كلمهم كلهم وقال لهم وقت الاستراحة خلاص دلوقتي هنلعب كلنا مع بعض لعبة اسمها الغرف الموسوقة واللي بيكسب في اللعبة دي هو اللي بيسرق اكبر عدد من الغرف وبيجند اكبر عدد من الاعضاء كل غرفة من الغرف فيها اتنين واحد هيبقى قائد وواحد هيبقى حارس القائد بإمكان وسرقة غرف تانية او تجنيد الاعضاء اللي فيها وبيبقى مع جهاز تحكم في موصلين بيوصلهم بجهاز التحكم لما بيجند حد جديد او بيسرق غرفة ده دور القائد اما بقى دور الحارس هو حرست الغرفة وبس والفريق اللي هيجند سبع عضاء ويسرق ست غرف على اهل لها يفوز ولازم الغرفة السادسة اللي يسرقها تبقى غرفة فيولي ويهوة القوانين دي بتسرق على الكل معدى فيولي انت ليه قوانين لوحدك انا معي الموصل بتاعك ويهوة معها جهاز تحكم غرفتك وعشان تكسب حاول تاخد جهاز التحكم من يهوة وتسيطر على غرفتك وبعد كده تيجي تاخد مني الموصل بتاعك ولو كسبت مش هتضطر تاخد اي حد معاك للمرحلة الجاية من الاختبار زي ما انت كنت عايز اما بقى لو خسرت فالفريق الفايز هينتقل معاك للمرحلة الجاية يلا بدأوا وبالفعل بدأوا كل سناء يختاروا مين فيهم هيبقى قائد ومين حارس برينس وانجانان وجوسنج وأكرباتور هيبقوا قادة وهيخرجوا من الغرف والباقي هيبقوا حرس وهيفضلوا في الغرف عشان ما تتسرقش ولما بدأ الاختبار فيولي اول حاجة عملها انه حاول ياخد جهاز التحكم من يهوة هاجمت عليب لهابها فشل حركتها بسهولة وخد الجهاز وفتح الباب لابرينس وأصاده فشل حركته هو كمان لجزء من الثانية وكمل طريق اللاف وخرج في الوقت ده اقربته الراحل غرفة ميسنج وعرف ان جوسنج خرجت وسابتها فقعد على الباب يتكلم معاها ولما لقى واحدة من المشتركين بتستهدف غرفة ميسنج حس انه لازم يدفع عنها وواف قدام المشتركة هاجمت عليب خاتم من صباعها فخرج سلاحه وصد الهجوم وقدر يسيطر عليها ولما كان ده بيحصل جوسنج رحت لوانجانان وقالت له خد المواصل بتاعي هو حطه في جهاز التحكم بتاعك وجندني بفريقك انا هتتبع فوانجانان عمل كده وجندها هي وميسنج وخرج جند اكرباتور وهو يانج بس على الجانب الاخر برينس عارف من لوكر ان راب ديفل تقتلوا ومحدش كان يعرف مين اللي قتلوا فبرينس قال لوكر اكيد فيولي هو اللي عمل كده لازم اوصل لغرفته وهزيمه وجند برينس لوكر وجند اتنين مشتركين كمان وفي نفس الوقت واصل فيولي عند لاف و لاف قال له ويالا دي هتحدف المواصل ولازم تاخده قبل الكفازات دي ما تاخده واحذر لاني همنعك معك ثلاث محاولات عشان تاخد المواصل يلا ابدأ وبدأوا اول محاولة فيولي كان هياخد المواصل بس لاف راح بعده وتاني محاولة فيولي شل حركة لاف لجزء من الثانية وراح للمواصل لكن لاف ما سبهوش وهجم عليه بالشنس وكسر بالحيطة وقال له جمعت فوجل انت معهم دول قتلوا ابوي وامي هو انت انضمت لهم ليه ففيولي قال له لان هدفي هوات للملك زهارد وان فيولي بعد كده يكمل محاولته التالتة وفريق وانجانان في الوقت ده كان بدأ سرق غرف لحد ما وانجانان كلم نية ولقى لوكر ساعتها بيرد عليه وبيقول له احنا سيطرنا على غرفتك وده بمساعدة نية فوانجانان ما كانش مسدق وقال لنية هو انت عملت كده ليه فنية عيط وقال له انا اول ما جيت الطبق العشرين ده كنت بلا مقوى لحد ما سدت عجوزة صاحبة مطعم قاوتني وشغلتني في مطعمها بس المشكلة ان الست دي ما ديونة لبرينسو لكر وعدني ان لو خنتك هيسقط الدن بتاعها انا اسف انا بعتبرك صاحبي لكن كان لازم احمي الست دي فوانجانان قال له ما تعتذرش انا مش زعلان منك انت حميت واحدة محتاجة حماية وقبل وانجانان ما يقفل سمع لوكر بيقول لنية انا اضحكت عليك ومش هسقط ديون الست صاحبة المطعم وهقتلك هنا وقعد لوكر يضرب في نية لحد ما فعلا قتله وده دعيق وانجانان جدا وقام بسرعة يروح للوكر بس عارف ان لوكر زي ما ضحك على نية خضع كمان برينسو بالاتفاق مع راب ديفل اللي ما كانش مات هو كان حي واتفاق مع لوكر يمثل انه ميت عشان يخضعه برينس وامر اب ديفل وقعد يضرب في برينسو لوكر استغل الفرصة وسيطر على فريق برينسو ضم كمان يهوى ليهم فوانجانان قال انا مش عارف اوقفهم لوحدي وراح لفيولي ولقاب يبدأ محاولاته التالتة وبيه حاول ينسخ تقنية لوف عشان ياخد منه الموصل فرمى وانجانان قم بلده خانية وخد هو الموصل وقال لفيولي محتاج مساعدتك وهسيبلك الموصل بعدها فلاف قال لوانجانان خلي بالك هو لو خد الموصل هيكسب وانتو كلكو هتخسره فوانجانان قال له مش مهم وراح فيولي معاه فعلا هجم على يهوى وقضى على واحد من فريق لوكر ودخل هو ينج بعد كده عن دراب ديفل خرق قوة شنسو كبيرة من دراعه وقعد يضربوا بيها وفريق وانجانان وقتها سيطر وجنده كمان يهوى وبرينس وراح وانجانان للوكر عشان ينتقم منه وضربوا في الاول وقال له عملت كده ليه فلوكر قال له لاني زيك عايز اصعد البرجة انا مديون بفلوس لابو برينسو لازم اصعد عشان ارده له فوانجانان لما سمعه فكر شوية وقال له وان هسامحك لانك فعلا شبهي في الطموح بس انا مش هبقى شبهك في اللي انت عملته ومش هقتلك زي ما انت قتلت نية وسابوا وانجانان ومشي وكان خلاص هيدي الموصل لفيولي لكن قبل ما يدهوله وقت الاختبار خلص ونجح فريق وانجانان مع فيولي وبعد الاختبار لاف راح لمدير الاختبارات اللي اسمه او جوزجوس او جوزجوس قال له كيف هي اختبارات كده ما تعمل لهمش اختبار تاني وخليهم يصعدوا للطبق اللي بعده على طول وبعد لاف ما خرجه جوزجوس كلم حده وقال له كل حاجة ماشية حسب جماعة فوج ما عايزة وراح لف بعد كده جاب اكل لفيولي وكل اللي نكحه قاعدوا ياكلوا مع بعضه وبعد ما كانوا فيولي راح قال لي وانجانان هو انت سامحت لوكر ازاي فوانجانان قال له يمكن عشان انا كنت عايزة سامحه لانه فعلا شبهي انا ممكن اعمل اي حاجة عشان اصعد البرج بس ده ما يمنعش اني عايز اكسب صحاب ندحك ونقضي وقت سعيد مع بعض انا مبسوط اني هصعد البرج معاك وفي وقت ما كان فري فيولي بيجاز لصعود الطبق الواحد وعشرين كن وقتها كان في الطبق الـ 25 هو وراهل بعد ما عدت فترة من اخر مرة شافوا فيها يورو والفترة اللي عدت دي كانت 6 سنين كن قاعد فيهم يكون فريقي يصعد بيه هو وراهل البرج وفي يوم قابل كن واحد اسمه ايدن دان وقال له انت سريع وعايز اضمك لفريقي وتساعدني في صعود البرج وهديك في المقابل الحجر ده دي يا فايدن وافي وكن قال له دلوقتي هختبرك حاول تهرب من كل الاشخاص اللي في المطعم ده لانهم تبعك فايدن استخدم سرعته وفعلا هرب بس خدع كن وسرق الحجر وما كانش يعرف ان كن هو اللي خدعه لا ان ايدن لقى طريق الخروج مسدود ولما جاي يرجع واحد من اللي شغالين في المطعم ضربوا برصاصة مهدئة وقعوا وكون بعدها خدوا ورجع بيه للمنزل بتاعه في الطبق الـ 25 وسلموا لواحد من فريقه اسمه نوفك وشوية وايدن فاق ونوفك خدوا يعرفوا على فريق كن وقال له ده قابل مهمتها جمع المعلومات ودمعي كله الطبيب بتاعنا ومستعدم شنسو وده جيتان حامل رمح والطباق بتاعنا وده ران انا وهو دايما بنتنفس على الاقوى بيننا ونوفك بعد معرف ايدن قال لي ران قم قتلني وبدأوا هجوم على بعض لكن دايما ران كان هو اللي بينتصر واسناء مكان ده بيحصل كن كان بيعتني براهل لان هو اللي بيهتم بيها بعد ما اعتقدوا ان يورو مات وراهل برضو كانت بتغضع كن زي ما خدعت يورو وفهمته انها ما عملتش حاجة ليورو وانها فعلا ما بتقدرش تمشي على رجلها بس اللي ما كانتش تعرفه ان كن هو اللي بيخدعها لانه عارف انها خانت يورو وبتمشي عادي ورجع كن للماضي وقعد يفتكر انه هم في الطبق التالي تتكلم مع شبسه وقال له انا هفترق عنك انت واناك واندورسي وهاتزو هصعد براهل البرج لاني عرفت من ليرو ويوهان ان في طبيب كشف عليها وعرف ان رجلها سليمة واكيد هي اللي قتل تيورو فهصعد بيها البرج عشان انتقم منها واكتشف هي بتعمل كده ليه وبالفعل ده اللي حصل في الحاضر وصعدوا لحد ما وصلوا للطبق الخمسة وعشرين اللي هم في دلوقتي وكون بعد ما خرج من عند راهل رحل فريقه وقال لهم احنا هنكمل صعود بعد شهر عايزكوا تتعاملوا مع راهل على انها خينة وتسبوها معايا انا هنطقم منها وهصعد البرج عشان في يوم من الايام هبقى الملك بتاع عائلتي فكلهم قالوا له ماشي وزاي كون ما كان مع فريقه فيولي هو كمان كان قاعد مع فريقه في منزل بعد ما صعدوا للطبق الواحد وعشرين وشوية وفيولي خرج يتصوق في يهوه قال له وانجانان انا بخاف من فيولي ومش واسقة فيه وهخرج امشي وراه وبالفعل يهوه خرجت ورا فيولي وليتوا راح يقابل اتنين من جماعة فوج اسمقهم هاريون ويوتكع ولما الاتنين عرفوا ان فيولي بقى عنده فريق راحوا يتعرفوا عليهم وهاريون عادت مع وانجانان وقال له ان فوج مش هيوافقوا عليكم كفريق لفيولي بس ما تخافش فيولي هيحميكم بدأت هاريون تحكي له ان فيولي يبقى هو يورو يورو بعد ما راهل خانته من ست سنين يوهان قال له وانا هخليك قاتل وهتنضم الجماعة فوج ولو ما وفقتش هاتل صحابك من النهاردة هيبقى اسمك فيولي فيورو اضطر انه يوافق وهاريون ويوتكع هم اللي دربوه خلوه قوي وبعد وانجانان معارف ان يورو بقى قاتل عشان ينقل صحابه وقال له هاريون تفتكري هيعرف يقتل الملك زهار زهار ده عامل اتفاقية مع الاداريين في البورج وبينهم عقد بيحمي من الموت فهاريون قالت له ما تخافش هيقدر يقتله وتاني يوم يورو وفريقه راحوا لاختبار الطابق الواحد وعشرين اللي كان هيتم في المحيل ومشرف اللي اختبار قابلهم وقال لهم اللي اختبار هيتم بداخل المخلوق العملاقة دي واللي اسمها زيجاينة في داخل زيجاينة في زهرة بتحمل جوهرة سمينة وهدفكه هو الحصول على الزهرة دي والخروج بيها يلا قسموا نفسك وعشان تدخلوا جوا زيجاينة وبالفعل قسموا نفسهم وانجانان وجوسنجو ميسنجو اكرباتور مع بعض ويورو يهوى وهو يانجو برينس مع بعضه اول ما دخلوا مجموعة وانجانان لقوا الزهرة على كائن صغير جوه حاولوا يمسكوا بس ما عارفوش والكائن ده هريبو دخل لمكان دي يقفى ميسنج لان جسمها زيجاين راحة وراه وعلى الجانب الاخر هو يانجو وبرينس طلع عليهم شخص مخيف وعلهم امشوا من هنا مش هتقدروا تقفوا اقصادي انا كل اللي قولي هنا اقوياء من رتع بعليا واضط عليهم بسهولة فيورو جي وعله انا مش همشي وهقتلك وظهر الشخص ده قدامهم كلهم وعرفوا ان اسمه مازينو ومازينو كان هيبدأ هجوم على يورو فبرينس وهو يانج بسرعة بلغوا الفريق بمكان يورو عشان يقولوا يساعدوه ولما جم لقوا مازينو بيهجم فبرينس خرك فنراتوه يانج هجم بس مازينو تصدلهم ومسك ويانج ورماه والباقي هجموا مع بعضوه برضو معرفوش يوقفوه ورح مازينو بهجوم قوي على يورو وجهز يورو عشان يتصدلوا بس فاجأ عدت ميسنج وسطيهم وهي بتجري ورا الكائن الصغير اللي على الزهرة ويرحمها وتصب هو من هجوم مازينو وبالرغم من ان اصابته كانت اصابة خطيرة لكنه شاف جروحه واغم عليه بعدها وساعتها مازينو قال لهم ما تخافوش انا مش اقتلكو واخد مازينو الكائن وصاب لهم الزهرة وخرج من زيجينة وقل مشرف الاختبار الكائنات الصغيرة دول هم اطفال زيجينة وبيتغزوا على الظهور اللي جواها ولان الظهور بتحمل جواهر سمينة عائلة يوني اللي هي من اكبر العائلات بتخليكوا تدخلوا المختبرين وتجيبوا الظهور وبسبب ده بيموت كتير من اطفال زيجينة انا مش هسمح لكم انكم تستمروا في ده وماشي مازينو بعد كده ومع طفل زيجينة وراح سلمه الواحد وقال له ابقى دي للاميرة يوري وبعد يومين كان لسه يورو مغم عليه في السرير من اثر الاصابة وجي وتكال وانجانان وقال له ياريت تبعدوا عن يورو لانه كده هيتئذي بسببكو فوانجانان سابه وراح تكلم مع صحابه في موضوع انهم يسيبوا يورو وصحابه قالوله لا احنا هنكمل معاوه هنساعده ووانجانان هو كمان قال لهم انا برضو عايزة ساعده وهكمل معاكم بس في نفس الوقت دي يهوها كانت عادل وحدها زعلانة بعد ما عرفت ان عائلتها عائلت يون متورطة فقال اطفال زيجعينا ودخلت هاريون عليها وقالت لها كيفية زعل لو عايزة تكفري عن اللي عائلتك عملوه قومي ساعد صحابك وكملوا صعود مع بعض فيهو سمعت كلامها وقامت طبخت لصحابها وصاعدتهم وبالليل لما اكنوا كلهم هيتعشوا جيليوتكا واحد من فوج اسمه كاركا فتح بوابة خد يوتكا من خلالها المكان تاني وقال له تقتلهم وتخليه كامل لوحده فيوتكا قال له ما تقلقش انا حطت عيني عليهم وعوطفي مش هتتحكم فيه فكاركا قال له ماشي وسب وماشي ولما كان ده بيحصل وانجانان كان قاعد مع هاريون وقال لها احنا عايزين نساعد يورو في الوصول لصحابه ونوصل لهم ازاي فهاريون قالت له فيه ورشة عمل هتتعمل في الطابق الثلاثين بعد سنتين الورشة دي بيتجمع فيها مختبرين كتير عشان يحصلوا على اسلحة وادوات منها وانا متأكد ان اصحاب يورو هيبقوا هناك فوانجانان قاعد يبقى كده لازم نوصل للطابق الثلاثين قبل السنتين ما يعدوا وعدت بعد كده سنتين فريق يورو كانوا بيصعدوا فيهم وفريق كونهم كمان كانوا بيصعدوا بس كل الفرق بدأت تستخدم روبوت درداشة على الموبايل اسمها ايميلي ايميلي كانت بتساعد المختبرين اسناء اختباراتهم لدرجة ان ايدن وهو مع ران في اختبار من الاختبارات مهتمش بتكتيك الفريق واعتمد اعتمد كلي على ايميلي وطلق عليه ساعتها هو وران مشترك باربع اياد يهجم عليهم فران استخدم قوته بهاجمة واحدة اضع عليه وايدن ساعده وبسرعته نكحه في الاختبار بس بعد الاختبار كون وطبخ ايدن لانه اعتمد على ايميلي وايدن اعتذر له وقال له خلي الموبايل بتاعي معيك عشان ما تكلمش مع ايميلي تاني وبالفعل كون خد موبايله وجرب يتكلم مع ايميلي ويسألها عن يورو وايميلي قالت له ان يورو حي فاتخط وشوية وكلمته قابل البنت اللي بتجمع معلومات في فريقه وقالت له لقيت لك الشخص اللي هزم هاتزو انت بتدور عليه هو اسمه كاسا وهو موجود في الطبق الثمانية وعشرين فكن ايل انا لازم اروح له في وقت ما كان ده بيحصل فريق يورو كانوا في الطبق الثمانية وعشرين بيخدوا اختبار للحصول على مفتاح بيفتح صندوق والانهم بقالهم كتير مع بعض كانوا نسجموا في القتالات والاختبارات كل واحد منهم استقدم قدرته للنجاح في الاختبار لحد ما وانجانان وجه مشترك اسمه كواترو وهجم عليه بالنار وساعتها يورو وصل وحماه وواف قدام كواترو وهجم عليه بالشنس ووقعه واخده من فريق كواترو المفتاح وواحد من فريق كواترو قال اليورو هابلك ثاني وساعتها مش هرحمك وبعد فريق يورو ما خده المفتاح فتحه الصندوق ونجحه في الاختبار وهو يانج قال احنا لازم نستريح شوية فوانجانان قاله لا احنا لازم نكمل صعود لحد ما نوصل لورشة العمل في الطبق التلاتين بس وهما بيتكلموا لا وفي الصندوق اللي فتحه صورة كاسانو اللي كنت بيدور عليه وهو يانج لما شاف الصورة تخض وقال لهم انا عرف الشخص ده ولما راجعوا بعد كده للمنزل بدأ هو يانج يحكي لهم وقال لهم اللي انتو ما تعرفوهوش ان في ورش برا البرج بتعمل تجارب على الاطفال عشان يطوروا اسلحة للمشتركين اللي في البرج انا وكاسانو بقى كنا من الاطفال اللي بيتعمل عليهم تجارب اتعرفنا على بعضه وبقنا صحاب جدا وتعرفنا كمان في الورشة على باحثة اسمها صوفيا هي الوحيدة اللي كانت بتعملنا كبشر مش كتجارب لحد ما جبرنا وفي يوم اتعمل علينا تجربة اضفت لأجسامنا اسلحة شينسو وبعد ما بقينا بنملك القوة دي دخلونا البرج عشان نصعده وفضلت ادور على كاسانو طول مدة صعودي للبرج واكيد هو كمان بيدور علي انا لازم اروح له انا عرفت ان هو في الطبق الثمانية وعشرين زينا وبعد هو يانج ما خلص كلام صحابه قالولو احنا هنسعدك انك توصله وبالليل قعد هو يانج الوحده برا المنزل ويروح راجله وساعتها هو يانج ام وقال له عايز اسألك على حاجة انت لما بتشفي جروحك بيخرج منك شيء غريب هو انت كمان اتعمل عليك تجارب وهل جماعة فوج ليه علاقة بالتجارب دي فيورو قال له معرفش فهو يانج قال له اولي ارجوك امك نقدر ننقذ اطفال جدد هيتعمل عليهم تجارب فيورو قال له انا كل اللي فاكروا ان بعد ما قابلت يوتك احطوني في انبوب وشفت ضوء احمر بعدها اكتسبت القدرة دي لكن معرفش اي معلومات تانية فهو يانج قال له انا مصدقك انا همشي دلوقتي اروح لكسنو الوحدي انتو صحابي ومش عايز اوردكو معايا وبالفعل هو يانج مش الوحد وكن هو كمان في الوقت ده كان بيجهز عشان يروح لكسنو وخدم عران ونوفيك وفعلا راحوا وعرفوا ان كسنو موجود عند يد عملاقة اسمها يد ارلن بس قبل الوصول لها لازم يواجهوا مجموعة فخاخ فران اتصرف لوحده وبدأ يتخلص من الفخاخ وشاف هو يانج هو كمان بيخد تجربة الفخاخ لانه كان وصل لنفس المكان عشان يلا يكسنو وران اول ما شافه هجم عليه وقال له هو انت كسنو فهو يانج صد هجومه وقال له لا مش انا لكن فضل ران يهجم وهو يانج استعدم الشنسو وهجمه دخل ران يزود هجومه واطلق هجمة شنسو قوية جدا وجينوفيك هو كمان وهجم معاه ولما كان ده بيحصل يورو قرر يروح يساعد هو يانج لانه يلق عليه يركب مركبة طائرة ومشي فاصحاب يورو لما عرفوا وكرروا هم كمان يروحوا ولما وصل يورو للمكان راح سأل واحدة اسمها شي اشي عن هو يانج وقالت له ان هو يانج جالها من شوية عشان يعرف مكان كسنو وانه راح عند يد ارلين فيورو شكرها بس قبل ما يمشي شي اشي قالت له انت هتحتاج معك حرس فنار يعرف لك اللي بيحصل بالفنارات عشان كده نهاجم عكا ساعدك مقابل فلوس فيورو وافق وخدها معاه ولما كانوا في طريقهم كون كان واقف لوحده ومستنى ران ونوفيك يرجعوا لحد ما طلع الشخص هجم عليه بابرة سامة لكنها ما اصبتوش بسبب درعه هو لابسه هو جاء من وراء الشخص ده اصابه بسكينة وسألوا مين اللي خلك تهجم علي فالشخص قال له في واحدة ودنها شبه ودن الارنب قالت لهجم على اي حد يدخل هنا فكنت ابو وقعد يفكر من الواحدة دي وكل لسه هو يانج واقف قدام ران ونوفيك وساعدها كسن وندح عليه وقال له ويدخل الكهف اللي وراك ده بسرعة فهو يانج دخل ومع ران ونوفيك وفاجأه ظهر كسن وهجم على ران ونوفيك ووقعهم وقاموا هم الاتنين بعد كده وقفوا صاده هو وهو يانج وهجم ران ونوفيك ووقعوا كسن وفهو يانج هجم بشنسه من ايده ونوفيك عمل حاجز عشان يتصدى ولما الحاجز اتكسر ران ساعد نوفيك وبهجم واقعه هو يانج لكنه ما استسلمش وعم يهجم تاني وكان هياته لنوفيك بس فاجأة كسن وهجم عليه من ورا وهو يانج ما كانش فاهمه وعمل كده ليه ووقع وشوية واصل يورو ولما لقاه هو يانج واقع افتكر ان ران ونوفيك هم اللي عملوا كده وهجم عليهم وما بقوش قادرين يتفادوا هجماته واستغربوا ازاي في شخص بيقدر يهجم بثلاث هجمات شنسه في نفس الوقت وبدأ ران يهجم بالشنسه وبالكهرباء لانه بيقدر يستخدمها فشياشية حامت يورو بالفنرات وزود يورو هجومه وهجم بخمس هجمات شنسه ووقعهم وقال لهم هو انتو عملتوا كده ليه فعلوا له مش احنا اللي قصبناه وهم بيتكلموا واصل كون ويورو عرفوا بس كون ملحقش يتعرف على يورو لان شياشية مسكت جهاز وقالت لهم فيه متفجرات في المكان هنا انا هفجر المكان وجيلي يورو ساعتها راسعيل من فوق على فنر شياشية بيقولولو فيها الطبع اللي شياشية وكسنه هيعملوه عشان تنقز هو يانج فيورو عمل كده وشياشية قالت لكون احنا عملنا كل ده واستدرجنا كل هنا عشان نقتلك لان جامعة فوق شايفين انك قوي وانك هتعرضهم فكون لما بص الودن شياشية لها ودن ارنب وعرف ان هي اللي بعثت الشخص اللي كان عايز يقتله من شوية وقال في دماغه وقابل ومايكل هم اللي دوني المعلومات وخلوني اجي هنا اكيد هم اللي اتنين خينين وتابعين لفوق زي شياشية وكسنه ولما كان كون بيفكر يورو حاول يهربه وقال له ضعيف زيك مش مستهل انه يموت امشي فكون لانه ما يعرفش ان ده يورو وقال له لا مش همشي وشياشية بعد كده ما استنيتش وفجرت المكان بكون ورعا ونضج ويورو قال له هم اهربوا بسرعة ووقتها كون عارف انه هو ده يورو واسناء ما كان المكان بيتضمر قاعد كون يفكر في قابل ومايكل اللي كانوا في الوقت ده قاتلوا جدا وربطين ايدن لانهم فعلا خونة تابعين لفوق ودخلت عليهم راهل وايدن اكتشف ان هي كمان معاهم خانت كون زي ما خانت يورو ولما حاولت راهل تضم ليهم ايدن ايدن قال له هيبعدي عني وده دايق راهل جدا وقعدت تضرب في رجله بسكينة ومشيت بعد كده هي وقابل ومايكل وبعد الانفجار اللي الشياشية عملته وقفت هي ويورو وكسنه قدام ران ونوفك اللي قدروا يهربوا من الانفجار والشياشية قالت لهم انا عملت الانفجار ده عشان يورو يتعرف زمن دلوقتي الاشعاد بتنتشر في كل مكان عن ان يورو قاتل فوج مقاتل مرعب وده هيفيدنا جدا لان الطبق التلاتين هيحصل فيه معركة كبيرة اسمها معركة الورشة الهدف منها الحصول على الاسلحة والمعدات من ورشة العمل اللي هناك واحنا هنشارك مع يورو في المعركة دي فانوفك قال لها احنا كنا هنشارك في المعركة دي مع كون ويورو عشان ينقذ نوفك وران من الموت قال لهم لا تعالوا شاركوا معنا ده هيحميكم من الموت زائد كمان ان محتاجكم معايا فاران ونوفك وفقه ولما كان ده بيحصل فريق يورو جمعا دياد ارلين وبصوا هناك لقوا كون واقع فانقذوه وخدوا معاهم يعالجوه ولما فق كون شرحوا لهم مين وقالوا لهم عايزين يوصلوا اليورو فكون خدهم معا لمنزل اللي في الطبق التسعة وعشرين وأول ما دخلوا هناك لقوا جيتا ميت وإيدن مصاب فخدوا إيدن بسرعة للمستشفى وهناك جات هاريون لكون وطلع كون يعرفها وسألها هو فيولي ده هو يورو فهاريون علت له اه وشرحت له كل حاجة حصلت وعلت له ان يورو مكلف بأثل الملك زهارد لان لازم اللي يقتل الملك يبقى مشترك غير مختار وعلت له كمان فوق اختاروا اليورو فريقه اللي هيشارك معاه في معركة الورشة وانت مقدمكش دلوقتي غير انك تاخد فريق يورو وتشارك به وتهزم يورو وترجعه تاني الفريق وفكون وافق ونزل قال لفريق يورو انهم هيبقوا فريقه في معركة الورشة عشان يعابلوا يورو في المعركة وفريق يورو فكروا وافقوا وقعدوا شهر يتضربوا مع كون في الطبق التسعة وعشرين وبالرغم من ان كون كان شايفهم ضعفاء بس قدروا ينجحوا في اختبار الطبق وانتقلوا كلهم للطبق التلاتين وكان معهم ايدن اللي بقى كويس مع الايام وعلى الجانب الاخر فريق يورو هم كمان كانوا وصلوا للطبق التلاتين وانضم اليورو مقاتل قوي اسمه رابر ورادز والكل خلاص بقوا في انتظار معركة الورشة وبكاد يبقى خلص المسم الثاني من انيمي بورج الحاكم ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيجي جديدة علي الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو اعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة